اشتركوا في القناة واكد مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بان المخزن معبأ باكمله بسلع ومنتجات غذائية جميعها منتهية الصلاحية كما يحوي على الادوات التي يتم استخدامها لعملية مسح تاريخ الصلاحية على المنتج وملصقات متنوعة تحمل العلامة التجارية مع تاريخ جديد يطيل عمر المنتج وان المنتجات المنتهية الصلاحية كانت بتواريخ متفاوتة بعضها منتهية الصلاحية منذ عام الفين وثمانية واعرب المسؤول عن شكره الجزيل لوزارة الداخلية على جهودها وعلى حراستها للمخازن مشيدا بتعاون وتكاتف الجهود للجهات المعنية كوزارة الصحة وشرطة المحافظة الشمالية في عملية الضبط للمنتجات المخالفة مؤكدا بان التحقيقات مستمرة بهذا الخصوص من قبل النيابة العامة والشكر موصول للمواطن البحريني الغيور على مصلحة بلده الذي قام بتقديم الشكوى للجهات الرسمية بخصوص هذا المخزن وما يدور بداخله وبهذه المناسبة أكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد على أهمية التبليغ عن الممارسات غير سليمة لتتخذ الجهات الرسمية إجراءاتها بهذا الخصوص طبعا اليوم نحن متواجدين في أحد المستودعات في منطقة الهاملة لجرد بضايع منتهية الصلاحية في أحد المستودعات طبعا هناك أدد كبير من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومنها ضمنها هذا المخلل تعود صلاحية هذا المنتج تقريبا إلى 2008 وتم تغيير صلاحية المنتج من 2008 إلى 2021 تم راصد عديد من المواد الغذائية منتهية فترة الصلاحية وهذه عبارة عن فواكه مشكلة وعددها تقريبا 3450 جاهزة حق الأسواق مشهد جرد فيه الجشع ضعاف النفوس من إنسانيتهم جريمة بحق مجتمع بأكمله كانت لها أعين المسؤولين بالمرصاد حيث ضبط هذا المستودع الكبير وحصرت ورصدت منتجاته قبل أن تصل إلى الأسواق بحمد الله الآلية اللي يقومون فيها في عملية تغيير التاريخ في بداية الأمر يكون التاريخ مثلا هذه العلبة شهر 2019 يقومون باستعمال التنر بالمسح على العلبة نفس ما هني موضح فيختفي التاريخ فيقومون ثم ذلك يقومون بوضع ملصق بتاريخ حديث اللي هو 2021 بذلك التمعاملية اللي هو الغش في التاريخ وتغيير التاريخ وسائل الغش والتزوير التي اتبعها المخالفين للقانون استخدمت فيها أساليب جديدة لتغيير تواريخ الانتهاء وإخفاء المعلومات الصحيحة عن المستهلك إلا أن حملات التفتيش كانت دون استمرار هذا التلاعب بسلامة المواطنين شيء حقيقة يعني يحز في النفس وشيء مؤثر حقيقة اللي قاعد نشوف ان شلون هالبشر اللي هما تجردوا من أنسانياتهم وفكروا في جيبهم ولا فكروا في صحات الإنسان وقاعدين يظرون المجتمع بطريقة يعني حقيقة يخجل فيها الإنسان لما يشوف هذه المواقف وهذه الكميات المهولة من البضايع المنتهية واللي هم هم يعني ان شلون يوصلونها للمستهلك شيء صراحة يعني لا نقدر نحصيه بحيكم أننا يمكن صار لنا ثلاث أيام هناك أفراد مهضفين من إدارة التفتيش صبح وعاصر وليل شقالين على أساس عملية الجارد بناء على غرار النيابة وحقا خلاصنا كافة العمليات الجارد وكل يوم ورا يوم نكتشف شيء جديد وشيء حقا معثر الاحترافية في التعامل مع مثل هذه الحالات عبر التتبع والمراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية أفضت إلى الترصد وضبط أطراف القضية ومجرياتها واتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية المناسبة حفاظا على سلامة المواطن والمقيم على أرض مملكة البحرين حماية لأمن وسلامة المواطن والمقيم على أرض المملكة باشرت الجهات المعنية إجراءات صاريمة وتفتيش دقيق لمحتويات هذا المستودع الذي ضبطت محتوياتها البالغة ثمانين ألف منتج غذائي منتهي الصلاحية قبل أن تصل إلى الأسواق بحمد الله يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين